السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة المتوسط والمقبلين على شهادة التعليم المتوسط أتمنى تكونوا بدوام الصحة والعافية اليوم على بركة الله سنقوم بحال نموذج مقترح بقوة لامتحان شهادة التعليم المتوسط معناه دورة 2023 في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا التمعين الأول حول المادة وتحولتها فيه جزئين الجزء الأول حول تحليل كهربائي البسيط والجزء الثاني حول تفاعل محلول ملحي مع معدن معناه الأكثر معناه اختراحا لهذه السنة نبدأ بالجزء الأول ننجز تجربة أو تجربة تحليل كهربائي البسيط لمحلول كلور الحديد الثنائي F.E.C.L.2 طبعا السيغة الإحصائية أو ما تسمى بالجزئية الوثيقة واحد إذن الوثيقة واحد لدينا ضارة كهربائية بسيطة مصريين ولدينا ويعاء به ماذا؟ محلول كلور الحديد الثنائي السؤال الأول اكتب السيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثنائي نريد أن ننتقل من السيغة الإحصائية إلى أبناء السيغة الشاردية الخطوة المتبعة أولا نضع ماذا؟ أو نفتح قوسين لأن دوما السيغة الشاردية أبنائي إذن فيها ماذا؟ قوسين وفيها ماذا؟ العلامة موجة في الوسط ثم نحول ماذا؟ كل درة إلى شاردة معناه درة الحديد ستصبح ماذا؟ شاردة الحديد الآن هل هو ثنائم ثلاثي أجي هنا وشوف هنا عندك سئال اثنان معناه مدم من تشوف هنا اثنان عربا لي حديد ثنائي إذا اشتهنا ثلاثة معناه حديد ثلاثي إذن سأبدأ في الإجابة عن التمانين الأول الجزء الأول معناه لي فيه 12 نقطة معناه هذا النموذج يشبهه نموذج اللي غادي يمده لكم أو الموضوع اللي يمده لكم يوم الامتحان إن شاء الله التمانين الأول الجزء الأول كما رهما كاتب أنك أسبوه السؤال واحد إذن سؤال واحد السيغة الشريدية لمحلول كلور الحديد ثنائي ركزوا جيدا أبنائي أعطوناهما F-E-C-L-2 هذه السيغة إحصائية الآن للإنتقال إلى السيغة الشريدية ماذا نفعل؟ أول شيء نفتح قوسين إذن نفتح قوسين هكذا ثم نضع العلم الموجبة في الوسط الآن F-E ستصبح F-E-2 موجب سيغة تصبح سيغة سالب هذا رقم إثنان أبنائي سأقوم بمعناه وضعه أمام شريدة كلور إذن تصبح F-E-2 موجب زائد إثنان سيغة سالب ما ملوكا نبغو نتأكد إذا كانت متعادلة كهربائيا معنى عدد شحنة موجب يسوي عدد شحنة سالبة نسيبه بلي فيها ثنين موجب إثنان سالب إذن هذه السيغة الشريدية لهذا المحلول السؤال الثاني الآن إذن إثنان عند غلق القاطعة معنى بعد أن نقوم بغلق هذه القاطعة السؤال ألف ماذا يحدث عند المصريين؟ ماذا يحدث أبنائي؟ معناها الملاحظة تكون عينيا معناها بالعين ماذا سترى؟ إذن عند المصعد وعند المهبط المصرايين معناها المصعد والمهبط الآن المحلول المستعمل هو محلول كلور الحديث يونائي عند المصعد دوما أبنائي تصاعد ماذا؟ إذن هذه الشريدة ستصبح ماذا؟ ستصبح غاز الخلور إذن عند المصعد تصاعد إذا قلتكم تذكروا أبناء مصعد تصعد عند المهبط ترسب سيما تتفكروا هذا زوج كلمات سيغاد يتهل عليكم العملية عند المصعد تصعد عند المهبط ترسب هذه الملاحظة تصعد ماذا وترسب ماذا تصعد الغاز وهو غاز كلور وترسب المعدن هو اللي يكون هنا في مكان الشريد المجبع مثلا كلور النحاس إذن ترسب معدن النحاس مثلا كلور الزنك معدن الزنك إلى غيره هنا الحديد معدن الحديد إذن تصعد فقاعات غازية هذه الفقاعة غازية تكون خضراء اللون مع أنهم الأفضل ندروا مراحظة كاملة إذن فقاعة غازية مخضرة اللون وهو ماذا وهو غاز ثنائي الكلور السيال 2 الغاز أبنائي جيفه 2 مثلا غاز ثنائي الأكسيجين أو 2 غاز ثنائي الهيدروجين آش 2 غاز ثنائي الكلور سيال 2 نقول الثنائي معنا فيه ذرتين هذا الغاز نجمو نزيدو نكتبو له كيف نستطيع الكشف عنه في الملاحظة نجمو نزيدوها باش تكون إجابة تعناه ونقطة تعناه كاملة الذي نكشف عنها الذي نكشف عنه معناه بين أكدو له بالغاز المطالق فعلا هو غاز كلور أو ثنائي كلور الذي نكشف عنه بزوال اللون الأزرق لكاشف النيل معناه هذا كاشف النيل لونه أزرق لما نقوم بسكب أو قطارات فوق هذا الغاز سيختفي لونه الأزرق عند المهبط ترسم ماذا؟ معدن الحديد لهو أف أ حذاري أبناء تكتبو شريدة هنا المعدن هو عبارة عن ذرة صيغة تعه ذرة معناه ذرة الحديد على شكل ماذا؟ على شكل شعيرات معناه نفتح لي كرباء البسيط يجي على شكل شعيرات إذن نجمو نقولوه في الجزء المغمور معناه غير في الجزء مشي في كل المصرة في الجزء المغمور هنا المهبط هو المصر المربوط قطب السليم معناه هذا هو هذا المهبط وهذا المصعد هو المصر المربوط بالقطب الموجب إذن على شكل شعيرات في الجزء المغمور من المهبط سؤال باء قال لك أكتب المعادلة النسفية عند كل المصر معناه المعادلة النسفية عند المصعد والمعادلة النسفية عند المهبط أبنائي باش نكتبو المعادلة النسفية عندنا وحدة الملاحظات ولا وحدة سوالة حنديروهم معناه سر حل هذا هذا التمرين من أصرار حل هذا التمرين أنك غادي تستعمل وحدة الرموس من بينها على ورقة الوسق المعادلة التي يساعد عند المهبط المهبط هو المصعد المربوط بلقض بالسالب تكتب وحدة السالب صغيرة هنا والمصعد هو المصعد المربوط بلقض بالموجة وكتب موجة بصغيرة هنا باشتعونك ثم ماذا؟ يجب عليك معناها أن تكتب السيغة الشريذية المحلولة تكون أمامك في الورقة علىها غادي تريد خدم بيها معناه تنجم تكتبها هنا وتدير المعادلات الآن السالب تتاجه نحوه الشوارد الموجبة والموجب تتاجه نحوه الشوارد السالبة هذا ما يسمى علمياً أبناء بهجرة الشوارد معناه هنا السالب نروح مباشرة نكتبه هذه كما رحى فأثنان موجب الآن مين تشوف موجب هنا مين تشوف موجب دير ثاني موجب واحدة أخرى علىها بتزيد اثنين إلكترون كياللي ما يفرقوش ما بين اثنين الإلكترون التي يديرها قبل السهم وبعد السهم مين تشوف موجب دير موجب ساهمة تعاطينة أف أ الحالة الجزائية هنا يا آكوس لأنه من محلول مائي وهنا يا صوليد لأنه معدن الآن المصعد هو المصرى المربوط بالقضاء بالموجب يروحوا لهذه كما رحى مكتبهم إثنان سأنواء تروح لها الشوارد السالبة تروح لها شريدتين الآن مين تشوف سالب دير سهم سالب سهم معناه الإلكترونة ما غاد يكون بعد السهم الآن يتحول إلى غاز سنائي كلور الذي يتصاعد على شكل فقاعات غازية مخضرة اللون وهنا يا آكوس الآن هنا سؤال ذي الهتاء قال لك أكتب معادلة إجمالية معادلة إجمالية يا أبنائي نقوم بجمع المتفاعلات نقوم بجمع النواتج نختزل إثنان إلكترون مع إثنان إلكترون الآن غاد يترقف هذه الشريدة الأولى تكتبها كما هي أف أ إثنان موجب الشريدة السالبة دير بيناتهم موجب أكيد هذه الزائد هذه إثنان السئل سالب هذا أليس هو نفسه وهذا المحلول؟ إذن هو نفسه إذن أضعه بين ماذا؟ بين قوسين وأضع هنا آكوس إذن الحالة الزائية محلول ساهمة ماذا لدينا كناتج؟ نتج أول هو معدن الحديد الناتج الثاني هو غاز ثناء إكلور سائل إثنان إذن صوليد غاز وأكون بهذا قد أنهيت الجزء رقم واحد أو الجزء الأول الآن الجزء الثاني نخمر صافيحة حديدية في محلول كبريتات النحاس كما هو موضح في الوثيقة إثنان إذن لدينا صافيحة حديد ولدينا محلول ماذا؟ سي اي اثنى موجب زايد أسو أربعة إثنى سالب هنا قال لك كبريتات النحاس ونعطك سي قتعة بعونك إذن سي اي اثنى موجب شاردة النحاس أسو زايد أسو أربعة إثنى سالب شاردة الكبريتات إذن كبريتات النحاس وبعد مدة زمانية أشغل ديلاحظه؟ هنا قال لك ترصب النحاس رعاونك في الجزء المغمور هذه المعنى ملاحظة الوحيدة لإعطاءها لك قال لك ترصب هنا النحاس الآن في الملاحظات أبنائي في هذا الدرس لدينا ثلاث ملاحظات أول ملاحظة أبنائي اللي غاد يلاحظوها بالعين هنا قال لك سيف ماذا يحدث؟ معناها الملاحظة لا التبسير لوله ما قال لكش مع التبسير أو مع الشرح قال لك سيف ما يحدث وصحي الآن أول ملاحظة محلول كبريتات النحاس يتميز بلونه الأزرق هذا المحلول اللون التعاه المميز له هو لون أزرق من الدايهم دايهم الشورد النحاس سنلاحظ اختفاء تدريجي للون الأزرق ويتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى لون أخضر فاتح من يجب لون أخضر فاتح؟ هذا الحديد سيتآكل الجزء المغمور من صافحة الحديد تتآكل معناها ستتحول ذراته إلى ماذا؟ تتحول ذرة حديد إلى شاردة حديد ثنائي التي تتميز بلونها الأخضر لهذا يتحول المحلول من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر إذن أول ملاحظة في الملاحظات اختفاء تدريجي أو تغير تدريجي معناها للون المحلول ولا نقوله اختفاء تدريجي للون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح معناها اللون الأزرق تعال محلول يختفي تدريجيا ثم يظهر في مكانه ماذا اللون الأخضر فاتح ثانية ملاحظة سيتآكل هذا الجزء المغمور أبناء يتآكل معنى ستتحول ذرته إلى شوارد إذن ثانية ملاحظة تآكل الجزء المغمور من ماذا من صافيحة الحديد ثالث ملاحظة عندما تتآكل ماذا سيتشكل عليها ها قال لك ترصب عليها معنى ترصب النحاس عليها إذن يتشكل عليها راسب أحمر وهو معدن النحاس إذن يتشكل عليها راسب أحمر وهو معدن النحاس إذن وإذن يتشكل عليها راسب معنى هراني على الجزء المغمور أو عليه أحمر بين قوسيحين مباشرة نقول له هو معدن النحاس تخشرها ديالهنة في الملاحظة أو في الوثيقة رهديالهنة في الوثيقة إذن اختفاء تدريجي للون الأزرق للون الأزرق وللمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح تآكل الجزء المغمور من صفحة الحديث أي الجزء المغمور فقط وتشكل عليها راسب أحمر أي معدن النحاس السؤال الذي يليه الآن بقى أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث بالصيغة الإحصائية ثم بالصيغة الشريدية مبيناً للمبادئ المحتمدة عليها في الموزنة هنا شعرنا كمتفاعلات عنا حديث متفاعل أول زائد ماذا المتفاعل الثاني محلول لهو محلول خبرتة النحاس انطلقاً من المتفاعلات سأستخرج النواتج بكل بساطة إذن من الأفضل أن أبدأ بالصيغة الشريدية إذن ماذا كان لدينا كمتفاعلات كان لدينا حديث على شكل صلب صفيحة ف او إذن صليد زائد المحلول لهو محلول خبرتة النحاس س اي اثناني موجب زائد اس او اربعة اثناني سالب لهو اكوز محلول سهم الناتج الآن أبنائي دوماً في الناتج قاعدوا نقوله ونسيت شي يخرج لك ولا معطاوك شو في المعنى في تميني شي يخرج غادي دوماً مورسهم دير قوسين ودير كما هك زائد معناها غادي يخرج لك نتيجين الناتج الأول الناتج الأول هو عبارة عن محلول كيف تستخرج المحلول ذرة الحديث ستدخل وتأخذ مكان الشريدة الموجب ركزوا جيداً اف او تروح تدي هذا المكان تولي اف او هذا المحلول الجديد دوماً اثناني موجب زائد الكبريتات تبقى كما هي شاردة كبريتات لأنها شاردة خاملة او متفرجة لا تتفاعل ولا تشارك في التفاعل إذا المحلول الجديد شهوة كبريتات الحديث نائي الآن هذا من يخرج من ذا المكان يتحول للمعدن الذي يترصب على الجزء المغمور من صفيحة الحديد هنا عنا اكوز وهنا عنا صوليد هذه المعادلة لا تحتاج إلى موازنة علها لا تحتاج إلى موازنة لأنها متعادلة لأنها متعادلة عندي ذرة حديد واحدة عندي شاردة حديد نقارن الذرة بالشاردة لأن الشاردة ما هي إلا ذرة فقادت أو اكتسبت لدينا شاردة نحس واحدة لدينا ذرة نحس واحدة لدينا شاردة كبريتات واحدة لدينا شاردة كبريتات واحدة هنا رأنا وازننا معناه نوع وعدد الذرة الآن نوازن عدد الشحونة لدينا شحنتين معناه زود شحونة مجابة زود شحونة مجابة زود شحونة سالبة زود شحونة سالبة معناه رأيها المعادلة المتوازنة لخش في المعدة قال لك ما هي المبادئ المحتمدة في الموازنة سنكتبها هذا السؤال يطرح بكثرة في الشهادة هذا السؤال الأخير ونطرح بشهادة من الشهادة الماضية المعادلة بسيقة الإحصائية الآن ما هو الشيء الذي يتغير ما بين القوسين فقط الحديد يبقى كما هو حديد في الحالة الصلبة هنا نقوم بنزع الأقواس الموجب الشحونات نحول الشريدة إلى ذرة تصبح لستقمابين ذي وذي نقلع الموجب أكثرية تلميذين سيخلوا الموجب إذن ساهمة هنا أيضا ننزع الأقواس شحونات الموجب تصبح زائد ماذا؟ زائد سي في الحالة الصلبة إذن هكذا إذن هذه المعادلة الإحصائية الآن نقل لك ما هي المبادئ المحتمدة في الموزنة؟ لدينا مبدأين؟ أول مبدأ إذن هو مبدأ إن حفاظ الذرات عدداً ونوعاً معنى أف أف أ سي إو سي إي إلى غيره لأننا قلنا الشاردة والذرات كيف كيف إذن الشاردة مهي إلا ذرة فقدت واكتسبت المبدأ الثاني مبدأ إن حفاظ الشحونات معناه لقى الشحونات الموجب يكون مساوي لشحونات سريبة في كل من المتفاعلات والنواتي إذن هذو هم المبادئ المحتمدة في الموزنة ونكون بهذا قد أنهينا حل التمرين الأول الآن التمرين الثاني التمرين رائع وشامل فيه مبدأ الفعلين متبادلين فيه توزن سفقات على قوتين وفيه الدافعة معنى أفقال رائعة جداً تمثل الوثيقة ثلاثة سندوق خشبي أس ثقاله 10 نيوتن سيعطيك الـ P تعهى مباشرة ثقاله 10 نيوتن موضوع فوق طاولة T وهو في حالة توازن أكيد يكون في حالة توازن لأنه في حالة تكون واحد حدد الفعلين المتبادلين بين السندوق والطاولة ديما من يقول لك فعلين متبادلين سيعطيك جملتين لأنه خشف فعلين يكون ما بين جملتين ميكانيكيتين قال لك ما بين السندوق والطاولة ثم مثلهما على الشكل الآن أنا من نجيب القيام باش نمثل هذين الفعلين متبادلين أنا نعرف أبنائي بأن الجسم عندما يكون في حالة توازن يكون خاضع لقوتين لقد شهنا سؤال ثاني قال لك أذكر القيوة المؤثرة في السندوق يكون خاضع لقوتين ما هما قوة ثقاله وقوة معناها رد فعل السطح قوة الثقة تبدأ من الثقة سيطاوها من 10 نيوتن وقوة رد فعل السطح يبدأ من ويطلع نحو الأعلى الشحال فاني تكون فيها 10 نيوتن لأن القوتين نفس القيمة ومن نبقى مثل الفعلين متبادلين بين الطاولة والسندوق غادي كيل القوتين ونبدو من مركز التلامس معناها من القوة الأولى نحو الأعلى والثانية نحو الأسفل الآن هذه القوة لنحو الأعلى كسمينها رد الفعل ما حال قلنا 10 نيوتن لأن الجسم في حالة توازن معناها هذه القيمة 10 أبنائين مثلوا بها كل القوة تعال فعلين متبادلين وتعال قوة المؤثرة معناها نخذ موقع بالنفس القيمة سيكون الجسم في حالة توازن وعطاننا سلم الرسمة هو قال لك 71 قبل 5 نيوتن الآن ماذا نفعل باش أولا نحدد الفعلين متبادلين ثم نمثلهما إذن الفعل الأول هو فعل أو قوة تأثير السندوق على الطاولة منذ الله الرمز داعه القوة الثانية قوة تأثير الطاولة على السندوق لأن الطاولة تؤثر على السندوق وفي نفس الوقت يؤثر السندوق على الطاولة إذن سأبدأ في الإجابة عن التمرين الثاني التمرين الثاني إذن الفعلين متبادلين بين السندوق والطاولة إذن قوة قوة تأثير أو القوة التي تؤثرها أو تطبقها الطاولة على السندوق أو قوة تأثير الطاولة T على السندوق لهو S كنا نمشولها بـ F المؤثر هنا هو ماذا المؤثر هو T طاولة على السندوق S القوة الثانية قوة تأثير السندوق معنى هنا عكس S على الطاولة لهي T والمعنى ثاني في ترميز نعكسه يقول لي الصندوق هو المؤثر والطاولة هي المتأثرة ها هما الفعلين المتبادلين الآن قل لك مثلهما شا نديره نرسمه طاولة وصندوق شيء بسيط جدا أبنائي ها في التمثيل نرسمه الطاولة تانتي نرسمه صندوق على شكل مستاطي هنا ملفوق هكذا بكل بساطة صندوق إلي قلنا نحدو غير المنتصف هنا بالمسترانيشان الوسطة لأننا سنحتاج إليه إذن هذا الصندوق وهذه الطاولة الآن نحسبه أولا طاولة لدينا كل واحد صندين ما حقا لك تقابله خمسة نيوتن وحنا القوة معناها لتكون نحو الأعلى لها نفسها رد الفعل لها قوة تأثير طاولة على الجسم هي نفسها رد في على السطح إذن قيمتها هي نفسها قيمة الثقل لأن الجسم حال التوازن سيلا نشرح تلكم إذن عاشرة نيوتن تقابلها المجهور إكس ماذا يسوي عاشرة في واحد قسمة خمسة عاشرة في واحد عاشرة قسمة خمسة تسوي ثنيين سنتيم معناه هذين القوتين حسب مبدأ أو حسب النص مبدأ الفعلين متبدلين للقوتين لهما نفس الحامل ها هو نفس الحامل للقوتين نفس نقطة التأثير من يكون تلامسي تلامسي لأنهما فعلان إذن كدير يكونوا من نفس الطبيعة نحن نفس شي يقول أولا التأثيرين متزامنا يلي قضى من أثر على ذا ذي أثر على ذا في نفس الوقت ثانيا من نفس الطبيعة معناه تلامسي تلامسي من يكونوا تلامسي تلامسي عندهم نفس نقطة تأثير يبدو من نفس النقطة واحد الفوق واحد تحت ثالثا للقوتين النفس القيمة نفس الحامل ومتعاكستة في الاتجاه نبدو بالقوة الأولى لاتجاه التحن نحو الأعلى معناه من ونطلعوا نحو الأعلى هكذا وشا ندروا هنا تأثير ماذا؟ الطاولة رأي تطلع في الجسم على الجسم هذه القوة الأولى القوة الثانية قد ندلها بلون مغاير تبدأ من نفس النقطة نفس الحامل نفس القيمة ومتعاكستة في الاتجاه معناه نحو الأسفل هكذا إذن هذه ماذا؟ F S على T معناه القوة التي يطبقها الصندوق على الطاولة T إذن هذا هو الفعلي أو مبدأ الفعلي متبدلين شيء بسيط جدا السؤال الثاني أذكر القوة المؤثرة في الصندوق ومثلها قال لك أعيد الشكل ومثلها مرة أخرى لخاطر شدروك هذا يقول لي المبدأ هنا تعثقل ومبدأ أرد فعله هنا هذا يقول لي أمر آخر قاع هذا التمريل المهم يوري لك الفرق ما بين الفعلي متبدلين والقوة المؤثرة إذن اثنين القوة المؤثرة على ماذا؟ في الصندوق أبنائي في الفعلي المتبادلين يعطيك جملتين يقول لك طاولة والسندوق بالصح في القوة المؤثرة يقول لك يجسم واحد يقول لك على الجسم كذا إذن قال لك القوة المؤثرة في صندوق إذن ما هي؟ أولا هي قوة ثقاله أي جسم عندها كتلة عندها ثقل قوة الثانية شهير قوة وردفع على السطح السطح الثاني سطح الطاولة رأي أفرع له إذن القوة المؤثرة قوة ثقل السندوق أو قوة ثقاله مباشرة قوة ثقاله معناها رمز تها P شعر أو نجمونا نمزولها بماذا أو F قوة تأثير T تار وليس تيمينيسكين T معناها ماشيسكين قوة جذب الأرض للجسم S معناها تنجم دير ذا الرمز القوة الثانية قوة معناها رد فعل الصدح هو نفسه ماذا هو نفسه قوة تأثير الطاولة على السندوق هو نفسه هذا إذن نمزولها إما بأر شعر أو رياكشون أو F تي طاولة على السندوق قوة تأثير طاولة على السندوق سيظن بذيتوا تفهموا في المعلومات الآن السلم اللي غادلنا معناها معناها تعقياس أو السلم تعال الأشعة قد يكون نفسه 2 سنتيم عشان ديرو نعاود الرسم مرة أخرى نرسمه طاولة مرة أخرى قال لك أعيد الشكل نديش كل القوة في نفس الرسم باش ما تخلط شنو المصاحح ويعطيك نقطة تاعك كاملة إذن هذه الطاولة T الآن السندوق هذا السندوق S نبدأ بقوة الثقل ما هو مبدأها؟ هو مركز ثقل للجسم إذن هو G أهنا ندر مركز ثقل للجسم أبناء ما تخلطوش ما بين فعلي المتبدلين وتمثيل القوة إذن هذا G الحامل هو الخط الشاقولي قوة الثقل تبدأ من نفق نحو الأسفل 2 سنتيم أنا حاسبين قيمتها 10 نيوتن معناها جي 2 سنتيم هذا P شعاع القوة الثانية تعرضت على السطحة الآن تبدأ من مركز التلامس من نفق نفس الحامل وتكون نحو الأعلى نديك خالوا هاقي بشوية بتبان ما نديرش ذا فوق ذا سأيه لك شغال يتخذ مركز بقى لمرصاص وندير هي مهكا شعال 2 سنتيم وننمزلها بالرمز أر شعاع ولا بنفس هذا الرمز أفتع على أس لقدش هذا أفتع على أس وأر غي كيف كيف صحيح؟ إذن هذه هم القوة المؤثرة على الجسم أس أو على صندوق أس نعلق الصندوق في جهاز دينامومتر ونحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 4 إذن نفس الجسم علقناه في جهاز دينامومتر هو نفسه الرابعة يسموه الرابعة 3 ماذا تمثل القيمة التي أشار إليها جهاز الرابعة والميزان جهاز الرابعة نحن نشوفه بالثقل هنا تعالى الجسم راه في السائل وثقل الجسم في السائل هو نفسه الظقل الظاهري حلق متعه 8 نيوتن ودومين يكون أقل من الثقل الحقيقي إذن ماذا تمثل الثقل الظاهري وماذا تمثل القيمة تعالى الميزان تمثل كتلة كتلة السائل المزح أو الماء المزح كتلة الماء المزح أو السائل المزح إذن سؤال ثلاثة القيمة المشار إليها في الربيعة أو الدينامومتر إذن هي ثقل أو الثقل الظاهري للسندوق S إذن نمزولها بالرمز إما P فتحة أو P R P القيمة التي هي 8 نيوتن القيمة التي المشار إليها في الميزان هي كتلة الميزان يعطينا كتلة كتلة الماء المزح اللي هو السائل إذن المزح 200 جرام السؤال الرابع أحسب شدة القوة المطبقة من طرف الماء بطريقتين القوة المطبقة من طرف الماء على ماذا؟ على السندوق اللي هي ماذا؟ هي دافعة أرخاميدس مع أنها قال لك أحسبها لي بطريقتين إذن رابعا حساب شدة دافعة أرخاميدس بطريقتين نقول له باللي القوة سمها دافعة أرخاميدس نبدو بالطريقة واحد إذن طريقة واحد طريقة واحدة تقول معنى دافعة أرخاميدس تساوي الثقل الحقيقي ناقص الثقل الظاهري معنى نقص منه الآن الحقيقي شحال 10 نيوتن هذا هو الحقيقي معنى ثقة الجسم في الهواء إذن 10 نيوتن ناقص الظاهري شحال أعطاهنا منه 8 نيوتن دي جانكات منه هنا 8 نيوتن إذن 10 نقص منه شحال إذن 2 نيوتن ها هي الدافعة أو شدة الدافعة بالطريقة الأولى الآن الطريقة الثانية إذن وراها نستعمل كتلة سائل مزح يقول لنا بلي هذا المعنى أرخاميدس يقول لنا بلي القوة أو شدة قيمة دافعة أرخاميدس ماذا تسوي هي نفسها ثقل الماء المزح أو السائل المزح والثقل هو نفسها ماذا الكتلة في الجاذبية ولكن كتلة ماذا كتلة السائل المزح الآن الكتلة هي بالقرام ضروري أحويلها إلى الكيلو جرام إذن أم متع أل إذن هذه أم متع أل إذن ميتين جرام قسمة ألف كم تساوي 0.2 كيلو جرام إذن نحول الكتلة حذاري نعوذ الآن 0.2 كيلو جرام في جاذبية شحطها هنا في المطايت 10 إذن في 10 نيوتن على الكيلو جرام 0.6 في 10 إذن 2 نيوتن هارنصناها بطريقتين مختلفتين بنفس القيمة 2 نيوتن 2 نيوتن وبهذا أكون قد أنهيت 80 الثاني أبنائي الآن الوضعية الإذناجية وضعية مهمة ورائعة فيها الأمن وفيها التوتر الكهربائي المتناوب بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك قررت أم خديجة تحضير الكعك من أجل طاهيه استعملت فرن كهربائي فقامت بتوصيله بمأخذ توتر كهربائي للقطاع معنات عن منزل شبكة تغذية فتعرضت لصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل فرن سيهنا رأيه واضحا عند لمس هيكل معدني توصاب الشخص بصدمة سيقوله سلك الطور ولمس الهيكل المعدني الجهاز أي الفرن وعدم وجود توصيل أرضي سيراهي بين هذا السبب ومن أجل معرفة الخلل قام الزوج بفتح المأخذ كهربائي فلاحظ به سلكين فقط من نفس اللون وهذا خطأ كما كتبت عليه الدلالة التالية معناه عن المأخذ كهربائي 50 هارت 220 فورد بالاعتماد على المنحنيين الموضحين في وثيقة 1 و2 وثيقة 1 شوش المنحنكرة خط مستقيم أفقي والثانية خط متموج أو على شكل نوبات واحد ما نوع التوتر الكهربائي في القطاع في المنزل التاعي ولا المنزل التاعي ولا القسم ولا قاح الجزيرة التوتر الكهربائي الموجود هو توتر كهربائي متناوب مباشرة أبنائي ما تخمو مولو إذن شو نقول له توتر كهربائي متناوب معناه متناوب لهو آسي أو خط متموج هذا هو الرمز تاعه alternative corn توتر كهربائي متناوب أو تيار كهربائي متناوب أي المنحنة يمثل ذلك وين تع المتناوب إذن هو المنحنة واحد إذن نقول له باللي المنحنة واحد هو الذي يمثله برر إجابتك شو نقول له لأنه ظهر على شكل خط متموج ونزيده فانيش نقول له لأن التوتر المتناوش له له جيهة متغيرة وشدة متغيرة هنا نجم نقولها له في التبرير لأن له لأنه ظهر على شكل خط متموج ولاه شدة متغيرة وجيهة متغيرة شدة تكون ما بين قيمتين حديتين بين الصيفر وقيمتين حديتين معناه تكون واحدة موجبة واحدة سالبة هذه الموجبة وهذه السالبة اثنين ماذا تمثل كل من الدلالتين خمسين هرت ومئتين وعشرين فورط لاتسبوها بالهرت أبنائي ماذا تمثل بكل بساطة هرت هي ماذا معناه وحدة التواتر أو ماذا أو يسمى التردد معناها فريكونس سيئة priorit التردد أو التواتر تح هذا التواتر تح هذا التوتر كهربائي ومئتين وعشرين فولت ماذا تمثل؟ أولا ليتكون بالفولت هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن قيمة التوتر الكهربائي ولكن مئتين وعشرين فولت أبنائي هي قيمة التوتر الكهربائي المنتج أو الفعال إذن هذه القيمة هي ماذا؟ قيمة إذن التوتر الكهربائي المنتج بين قوسين الفعال وهو ماذا؟ إيفكاس سيعقل عليها هذه الان بروح اشغل لك استنتج توتر اعظمي هو اعطيك توتر المنتج وخرج توتر اعظمي قاعدوا تكون قلت انت هنا توتر اعظمي وقال لك استنتج توتر اعظمي معنا هتعرفك بليك غلط ايا كيش نخرجوه لدينا قانون رئيسي هو Emax او العلاقة بين التوتر اعظمي و توتر المنتج Emax على E EFcast ماذا تتوي جدر اثنين هذه اللولة انت لقى من هذه العلاقة شخصني Emax اذا Emax ماذا تتوي ابنائي هذه تطلحنا تولي ايفيكاس في جذر الثنين نعاوذ الآن ايفيكاس 220 فولت في جذر الثنين نجدها بالآلة حاسبة أبنائي بالتقريب 311.12 فولت هذا التوتر الأعظم تأكدوا بالآلة حاسبة ورسلوا لي في التعليقات إذا كانت القيمة نيشان ثالثا يقترح طريقة تمكنك من التمييز بين السلكين في المخص الكهربائي يقلك طريقة واحدة شات نجم تقول لها انتهي عندنا ثلاث طرق إما بواسطة معناه ألوان أسلك هو ما دام قال لك معناه سلكين فقط من نفس اللون معناه ما تنجي تدير الطريقة طريقة ثانية باستعمال ميفك براغي كاشف وتشرح له بحيث ديره في السلك الأول إذا تهاجم مصباح ذلك الطور إذا ما تهاجم مصباح إذن الحياتي معناه تميز بين الطور والحياتي ليه تهاجم مصباح تعال ميفك براغي كاشف ذلك هو الطور لأن الطور به التيار ولا طريقة ثانية بسعمال جهاز فولت متر ونقيسه التوتر بينه معناه بين السلكين با هذه الطريقة الأنسبة با بيّن سبب إصابة الأم بصدمة كهربائية سيقولنا معناه من تلمس الهيكل تعال جهاز بصدمة إذن نقول له سلك الطور يلامس الهيكل المعدني للفرن معناه للجهاز وعدم وجود ماذا وعدم وجود توصيل أرضي هذا هو السبب بك البساطة الآن قال لك ثم اقتلحه المناسبة من أجل تفادي ذلك ما هو الحل؟ الحل أبنائي أنك تقف هذا سلك الطور تعزله عن الهيكل إذن نقول له عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني بالجهاز قادم نكمله هنا ومنا عزلوا سلك الطور عن الهيكل المعدني شا نديره ونقوم بتوصيل الهيكل بالتوصيل الأرضي وتوصيل الهيكل بالتوصيل الأرضي أبنائي سأضع لكم رابط تحميل هذا الموضوع في صندوق الوصف باش نجمو وتحملوه وتحاولو فيه جيم أكمل المخطط النظامي لدارة تشغيل الفرن الكهربائي محترما شروط السلامة والأمن الكهربائي من أخطار تيار سهلة جدا هنا عندك معناه هذا المخطط أقل لك يكمله لي وصيد هنا عندك سلك الطور الفاص وسلك الحيادي ستستعمل معناه قلم رصص فقط هنا شا قد يدير ما بين هذين معناه في ذا المكان قد يدير قاطع تفاضلي قاطعتين ديرهم إما مفتوحة أو مغلقة والدير مستطيل معناه هو قاطع تفاضلي هذه اللولة ثم ماذا ثم سأقوم ب معناه رسم المأخذ الكهربائي يكون ذو ثلاث مرابط لأنه آمن أقوم بتوصيل الطور مع الطور فاص هكذا إذن بهذه الطريقة والحيادي مع الحيادي بهذه الطريقة أضع ممصاهرة هنا هكذا إذن هذه ممصاهرة ثم أقوم بتوصيل هنا مش ديلك محركة أذا مش محرك هنا قال لك فرن إذا بغيت تكتب هنا أم محرك ها لا بغيت تدي المحرك توصل للطور والحيادي في المحرك إذا بغيت تدي المحرك والتوصيل الأرضي ونروح في الهيكل ها تبيل له نقطة باللي راه في الهيكل ثم أقوم برسم الأرض وأقوم بوضع التوصيل الأرضي أسفل الأرض إذن هذا هو أبناء الرسم مع احترام قواعد الأمن الكهربائي شيء بسيط جدا كمنا الرسم متاعنا وهنا نكون قد نهينا حل هذا النموذج الرائع ومختار أبنائي لماذا لم يشارك في قناة أستاذ حمياني في زيا عليه بلي شارك فيها وتفعيل زر الجارس لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته